عايز أخدك للأهلي وبيتسو موسيماني راحيت بيتسو موسيماني عن الأهلي رأيك في إيه؟ هو يشكر ولكن مساوقه يعني زي إيجابياته بصراحة إيجابيات خد بطولات كتير ولكن يا كابتن مساوقه كانت النساب فرقة محطة ما سيما أكمل مطش النهاردة ولعبه لا 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 الناس اللي بتلعب دي يعني أنا حسيت إن إيه شموا نفسهم لأن الدول ما كانوش بيلعبوا مع السميماني معظمهم يعني وما عندهمش أمل إنهم يلعبوا لأنه كان مصامر مع الناس معينة وفكري معينة هو سيبلك فرقة هيكل عظمي فرقة يا كابتن سيبلك حطام فرقة أنا بقوة دايما كنت أقول معاك إن نادل قالي محتاج لعيبة كتير آه لعيبة النهاردة كويسة لعيبة ممتازة بس أنا عايزك تشوف المنافس اللي قدامك إحنا مشكلتنا إن إحنا بنتشطر على الشريدة وانتشطر على المقصة وانتشطر على سيراميكا بكلمك بجد ونروح نلاعب فرقة من أفريقيا ناخد على دماغنا مش 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 الأهلي يعني عمتا يعني نلعب المصر عمتا وكده دي مشكلة عندنا إن إحنا هنا لأ كويسين أنا معجب مش طاهر بعد ما جاب الجون وقعد يرقص معجبش معجبنيش إحنا طالعين يا طاهر من مطش الوداد خسرانين طالعانين من مطشات أفريقيا وكاسعال أويوي إيه دا أنت فرحان أنت جاب الجون في الشريدة الدخانة طاهر لا أنا عايزك تفرح قوي وترقص لما تجيب جون في الوداد لما تجيب جون في السنغال يعني عم تطلع تشقلب يا ما نهاردة بس فريقه برضا كبير يا سيدي على عيني وراسي على عيني وراسي والحياة بتستمر يعني الحياة بتستمر بس فيه أنا بشوف محمد صلاح في أوقات لما بيجيب جون وبيكون زعلان أو الشعب زعلان ما بيفرحش قوي بحس إنه هو يعني لا عامل حساب الناس اللي متضايقة إنت هتقولي فرقته ويحافظ عليها